أعلن وزير التنمية الاقتصادية الروسي ماكسيم ريشيتنيكوف أنه سيتم إطلاق نظام تأشيرات السفر الإلكترونية للأجانب قبل منتصف يوليو المقبل وأضاف ريشيتنيكوف أنه كان هناك الكثير من المشكلات الفنية مع وزارتي الداخلية وتنمية الرقمية ولقد تم تسوية جميع الأمور يذكر أن روسيا اعتمدت في 2020 قانونا بشأن إصدار التأشيرات الإلكترونية لمواطن 52 دولة عبر الإنترنت اعتبارا من العام 2021 لكن القانون لم يدخل حيز التنفيذ بسبب جائحة فيروس كورونا